من هذا المنطلق أؤيد بقوة ووضوح أخي الدكتور محمد مرسي في الجولة الثانية لإعادة الانتخابات وأدعو الله عز وجل له بالتوفيق والسداد وأسأل الله أن يعينه على إقامة دين الله وإقامة شرع الله وسياسة الدنيا بالدين وأقول له أخي الدكتور محمد انقدر الله عز وجل لك وحملك هذه الأمانة الثقيلة والحملة العظيم فكن أهلا لها اسجد لربك شكرا وتململ بين يديه كتململ العصفور المبلل بماء المطر أن يعينك على هذه الأمانة وعلى هذا الحمل الثقيل نعم أطالبك أخي بأنت مد يدك لجميع المصريين بطواضع شديد بلا أي كبر أو استعلاء مد يدك لكل المصريين خاطب كل القوى بحب وتواضع واعلم أنك لن تستطيع وحدك ولا يستطيع فصيلك وحده أن يحمل مصر وها أنت قد رأيت فمد يدك وأرجو أن تكون لغتك لغة تسامح ولغة تصالح ولغة عفو في غير القضايا المنظورة أمام القضاء فاحرص على أن يكون للقضاء استقلاله الكامل ليقول القضاء كلمته بعيدا عن أي تأثير إعلامي أو لبرالي أو إسلامي لا ينبغي أبدا أن تتداخل السلطات أرسل أخي الحبيب الدكتور محمد رسائل طمأنة لكل القوى السياسية في مصر بكل وضوح وابدأ سياسة جديدة لا تستحي من ذلك ابدأ سياسة جديدة عاهد ربك بصدق على أن تؤديها وأن تفي بها لأهل مصر والله عز وجل خير شاهد عليك وخير كفيل وخير وكيل أذكرك أخذ دكتور محمد بكلمات أختم بها اللقاء حين دخلت فاطمة بنت عبد الملك على عمر بن عبد العزيز حين تولى الخلافة فوجدته جالسا يبكي فقالت له وهي من هي هي بنت الخليفة والخليفة جدها أخت الخلائف والخليفة زوجها قالت له لما تبكي يا أمير المؤمنين فقال لها عمر يا فاطمة لقد وليت من أمر هذه الأمة ما وليت ففكرت في الفقير الجائع ففكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع واليتيم المكسور والمظلوم المقهور والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل والأرملة الوحيدة والغريب والمسكين وابن السبيل وفي أمثالهم في أطراف البلاد وعلمت أن ربي سيسألني عنهم يوم القيامة وأن خصمي دونهم هو محمد صلى الله عليه وسلم فخشيت أن لا تثبت حجتي بين يديه جل وعلا اعمل لهذه الساعة واعمل لهذا اليوم إن مكنك الله تبارك وتعالى أدعو أخي الدكتور محمد مرسي انقدر الله له هذا أن يستقيله من حزب الحرية والعدالة ومن الإخوان وأن يكون رئيسا لكل المصريين وأن يمد يده بكل حب وتواضع للجميع وأن لا يقصي أحدا فلننبذ سياسة الإقصاء لأي أحد وليرسل رسالة مطمئنة واضحة لنصارى مصر أنهم في كنف الشريعة وفي ظلال الإسلام آمنون مطمئنون الكل أمام القانون سواء في الحقوق والواجبات لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح هذه كلمتي أقولها لله أرضي بها ربي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا وأسأل الله أن يجعل نصر في كنفه وأمانه وفي عنايته ورعايته وفي معيته وحفظه وأن يولي أمورها خيارها وأن لا يولي أمورها بذنوبنا شرارها إنه ولي ذلك والقادر ترجمة نانسي قنقر